اشتركوا في القناة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام في حلقة جديدة نحييكم من حلقات صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح حفاق التواصل معكم مستمعين استقبال أراكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام طبعا في عندنا في حلقتنا اليوم العديد من المواطع لما نطرحها لكن قبل ذلك خلونا نرحب بطاقم البرنامج وطريق العمل عندنا في الإعداد حسن البلاونة في التنسيق إسرائيل هاشمي وفي الإخراج أي من سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود دوسف العري وأخيرا عدلتي الميكروفون أتريات ما الصبح أنا حينما أنت بتعدل الميكروفون منت بتعدله صبحت الله بخير دكتورة صباح النور يا محمود وصباحكم ورد وصباحكم جمال في يوم الثلاثاء سؤال المسابقة أوشي السؤال سؤال المسابقة ورقام التواصل أوشي أقولكم السؤال إذا ظهرت على المريض أعراض حساسية للدوة بعد تناول الدوة شو مفروض يسويه؟ رقم واحد اختار الطبيب فورا أم رقم اثنين الانتظار إلى أن يأخذ الدوة مفعولة أم رقم ثلاثة تعتبر أعراض طبيعية على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية وإذا حابت تواصله مع البرنامج على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة بس للتنويه الجماعة اللي تابعونا على الانستغرام واحد كاتب صباح الخير يا أخو محمود شارك من سنتين ولا نفوز معكم والله لو بدأي أنا أشاهد أن أفوزكم كلكم لكن على الانستغرام ما نأخذ الإجابات طال عمرك بوزايد ما نأخذ الإجابات نأخذها على أربعة صفر صفر ستة بس على أساس أنه أسهل عملية ونأخذ شسمه الاسم الثلاثي مع رقم التلفون والجوائز محمود أكرهم الجوائز الجوائز 500 درهم كاش بتكون عندنا الفائز الأول الفائز الثاني بيحصل على باقة باقة فحوصات قيمتها ألف درهم من مستشفى الزهرة باقة VIP باقة VIP لو تخليني أكمل بقول يعني أشدد على أنها VIP عشان يتحمسون الجائزة طبعا هذه المسابقة هي برعاية مستشفى الزهرة بدبي فيتامين دال نعم هذا فيتامين مهم جدا نعم الدراسة أمريكية حديثة ما أخبركم عنها شو قالت بس عندنا أسمى الجناحي أسمى صبحت الله بالخير بالنور والسرور في محمود والدكتورة وعلى كل المجتمعين شوفي أنا بعد ما بخفيت سر أني أنا كنت ناسي أنت على الخط وياي بقر الدراسة أقلت لا لا ما نطول عليها وايد أخذ أسمى عيل قولي يا أسمى شو عندنا أخبار لليوم نحن سأقول لكم بعض النصائح نحن قاعد نحطها ونحب نقول لجميع أن فيه هاشتاق على تويتر اسمه تفكير رمضاني نتمنى كل شخص يشارك فيه يذكر ربعة سواء يعني بقراءة القرآن بصلاة تراويح نحن نسيب هذه الصحة نذكر بالأشياء الصحية اللي المفروض الواحد يسويها في شهر رمضان تجنب للعطاء تجنب لوايد مشاكل صحية ممكن يتعرضونها ويمكن هم يكون ناصينهم مثلا من بعض النصائح اللي نحب نذكر فيها الناس إذا كنت تناول دواء الغدى الدراقية لا تنسى تناولها مباشرة عند الأذان مع الماء والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل تناول أي وجبة يعني في بعض الأشخاص من الحماس شوي يبدون يستطيعون أقبط وهقون صحيح وليما المعدة تنظر فأقبط من دواء الغدى فيعني خفها صحيح شو السبب دكتورة أن الدواء الغدى يتأثر امتصاصة بوجود الطعام في المعدة فلازم عشان شي فاليام العادي نقولهم حتى لين ساعتين بس مع الصيام طبعا صعب نقولهم ساعتين يترير واحد فلازم يفطرون ويستطرون نص ساعة قبل ما يأكلون ولا ما رح يستفيدون من الدواء ما رح يستفيدون منها نعم وإذا خذوا شو يستوي إذا خذوا كيف يعني مع الأكل يعني إذا لم يأخذوا الدواء وليس بحسن لا لا الغدى الغدى مالتهم سواء كانت نشطة أو كسلانة راح تتأثر جدا بعدم تناول الدواء فحافظوا عليه لأن خصوصا تعاب محمود شيستوي حتى طول السنة 11 شهر الناس منتظم عندهم الغدى مني رمضان يخترب عندهم لأن فيه ناس ما يلتزمون بالقواعد يا أن يحذفون الدواء من نظامهم اليومي أو أن يأكلونا مع الأكل بالتالي ما يستفيدون منه فما نبقى تتعبون في رمضان بسبب الغدى وانتم ملتزمين من قبل فبس نص ساعة نترأي عليه ما بالأفضل دكتورة إذا أجلوا موضوع أنه ساعتين بعدين يأخذونا ما بعد الفطور دائركت لي ترى المعدة تفضى بعد أربع ساعات إذا هو بيضمن عقب أربع ساعات كل معدة فاضية راح يأخذ الحبة وبعد هذا المشكلة يعني من الفطور بعد الناس بتاعدين تيوع على الساعة دائرشة باتتعشة يعني خوزن بعد التراويح إذا سوت شذي يعني إذا سوا ممكن بس الأفضل على المعدة خالية تماما نفس ما تنشأ أول الصبح الأفضل لكن إذا صعب عليكم الموضوع يعني نحاول نساعدكم يعني بعد أربع ساعات من الفطور سامحيني أسماك في بعض الأشخاص مثلا عندهم أربع ساعات أو خمس ساعات ما يكون شيء أو يرقدون ويقومون حق السحور فهذول يقدرون يتوون نفس الشيء صح إنهم تقريبا أربع ساعات يكونون همبوب ماكين فأهم شيء إنه ولل بعض الممارفات الخاطئة اللي حتى نحن نشوفها في حياتنا يومية مع الناس اللي حولنا يأخذون أدوية الغدة يبدون بتمر ولبن بعدين يبدون يأخذون الدواء يعني أنت أردي كلت صح بس فيه ناس المطاعين يقتنعون فيستيوا يتضارب في موضوع الغدة أن أصلا الدواء ما يتم بتفاصل صح ها من ضمن الأشياء نحن نحطها في هاشتاج سفكير رمضان نحاول نذكر الناس بالأشياء اللي ممكن هم يكون ناسين وتنزل بأوقات معينة مثلا إذا نتكلم عن الفطور ينزل وقت الفطور يتكلم عن السحور ينزل وقت السحور غيرها مضمن الأشياء نحن كان لنا فريقنا أمثن سباق الجري في بطولة ند الشبه الرياضية وتقريبا كان أربعين شخص من الكادر الطبي والإداري من الفعاليات الخارجية كانوا موجودين لتأمين المنطقة تعف رمضان ورياضيين وفريق كامل كان موجود بين تقريبا بعد الساعة 12 يعطيهم العافية ورسالة عندك رسالة يومية ورسالتنا اليوم تقول ركز على تحقيق هدفك ومهامك ولا تسمح لأي شخص في التأثير السلبي على طاقتك في العمل والإنجاز اجعل من رمضان شهرا للإبداع أنا ما بخلي ندى تأثر علي لا تحاتي خام أنت نتأثر علي إيجابي تأثير إيجابي هما يبطي الطاقة الإيجابية الزايدة شكرا لك يا أسما أنا هارج سعيد طيب بس محمود بس بعطي ملاحظة أسامحني يا جماعة فينا ستطرش الأجوبة من غير أسماء ما نقدر نسحب عليه وإجابات صحيحة يعني فطرش أسماكم الثراثية مع الجواب وإذا بتحط رقم تيلفونك بعد بتسهل علينا حي منزيل إذا ما بتحط بعد عادي نقدر نطلع رقم تيلفونك نعم طيب دراستنا لليوم دراستنا لليوم إن شاء الله تأثر عليك تأثير إيجابي إن شاء الله لأن تعرفين يعني شو فيه هذه دراسة أمريكية أجراها باحثهم كريد الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية يقولون بأن انخفاض نسويات فيتامين دال مرتبط بارتفاع معدلات إصابة مرضى الذئب الحمراء فيه ناس منعرفون باسم SLE هذا يبالنا حلقة كاملة عن الذئب الحمراء بأمراض الكلة والفشل الكلوي طبعاً هذا منتبط بمعدلة إصابة مرضى الذئب الحمراء بأمراض الكلة والفشل الكلوي ورصد الباحثون تأثيرات نقص فيتامين دال وهو أمر شاء لدى مرضى الذئب الحمراء حيث قاموا بتحديل بيانات 1392 مريض بالذئب الحمراء إضافة لرصد مستويات فيتامين دال لديهم وتأثيرهم على تلف الأعضاء والأنسجة ووجد الباحثون أن نقص فيتامين دال لدى هؤلاء المرضى يزيد من نصابتهم بأمراض الكلة المزمنة ويهددهم بالإصابة بالفشل الكلوي في المستقبل والذئب الحمراء هي واحدة من أمراض المناعية التي تصيب النساء أكثر من الرجال وتتسبب في حدوث الطرابات في وظائف الجسم الأساسية وتمتد خطورة هذا المرض إلى الكليتين وتسبب الفشل الكلوي كما أنه قد يؤثر على سلامة الكبد والقلب والريتين والمخ والجهاز العصبي والمفاصل السؤال يا جماعة الخير اللي يسلون على الإنستجرام السؤال منعيد لكم إن شاء الله لكن الإجابات مش على الإنستجرام على 4006 بس ناخد تعليق سريع على الدراسة الدكتورة طبعا معروف تأثير فيتامين دال بشكل عام وحتى في دراسات ويدة طلعت قبل تشدد على أهمية فيتامين دال للناس الذئب الحمراء وذئب الحمراء مثل ما قلنا هم مرض مناعي ما لا علاج ما لا علاج محدد بكله بالكورتزون والأدوية المضاد للمناعة وغيرها لكن تأثير فيتامين دال أثبت أنه يقل من أعراض ومضاعفات مرض الذئب الحمراء فهي يعني يبين لكم أهمية فيتامين دال وكيف لازم نحرص لنأخذ بشكل مستمر نذكرتين اليوم لازم أخذنا جرعة 50 ألف طيب سؤال حلقتنا إذا ظهرت على المريض أعراض حساسية للدواء بعد تناول الدواء يجب أختار الطبيب فورا هذا الخيار الأول الخيار الثاني الانتظاري لن يأخذ الدواء مفعوله ثلاثة تعتبر أعراض طبيعية الإجابة على 4006 مع أسماكم الثلاثية ورقم التلفون إذا أمكر وجوائزنا مقدمة من المستشفى الزهراء في دبي هي عبارة عن 500 درهم كاش بالإضافة للفايز الثاني رح يحصل على كوبون قيمة ألف درهم لإجراء فحوصات شاملة هي باقة الفي آي بي طيب لا تسوى ترسلونا الإجابات فاصل وراجعين إن شاء الله سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دايماً إذاعة نور دبي طيب ما ما نقول أرقام التواصل قبل ما نخبركم ونذكركم بسؤال حلقتنا اليوم يقول السؤال إذا ظهرت على المريض أعراض حساسية الدواء بعد تناول الدواء شو المفروض يسوي اختار الطبيب فوراً الانتظار إلى أن يأخذ الدواء مفعولة أو تعتبر أعراض طبيعية على أربعة صفر صفر ستة أنا بحذف واحد من الخيارات منشيل انتظار إلى أن يأخذ الدواء مفعولة فبتكون عندنا يجب اختار الطبيب فوراً ولا تعتبر أعراض طبيعية الاسم الثلاثي مع الإجابة مو بالجواب الأول أو بالجواب الثاني لا الإجابة يعني واحد يكتب لي أما اختار طبيب ولا يكتب لي أعراض طبيعية بس واسم الثلاثي الاسم الثلاثي طيب والإجابة بس على الاسم اس يا جماعة الخير اللي معانا على الإنستغرام ممكن بس يستمتعون معانا في الحلقة إنه يشوفون الحلقة لكن الإجابة على الاسم اس قدمي قدمي الدكتورة ليه ما أجلب أنا يعني شوفيني متوهق قولي أي شي تكلمي أعطيك مجال يعني ما ما سيب برشور عليك يعني ونت هناك يعني الكثير من الصايمين خلال شهر رمضان طبعا مثل ما نعرف نقص المعادن وفيتامينات وبعض العناصر الغذائية الهاملة للجسم بسبب أن نحمل تناول واجبات صحية متكاملة أثناء الأفطار والسحور الناس معظم تركز على المقالي أكثر شي فبنتكلم عن هذا الموضوع وكيف نحافظ على مستوى المعادن والفيتامينات جسمنا ونحرص أن نطلع من رمضان بأفضل صحة معانا في الستوديو الأستاذة فاطمة فريد الدرويش أخصائية التغذية العلاجية بهئة الصحب تبي صباحة ورد يا فاطمة صباح النور مبارك عليكم الشهر علينا وعليك أو شي نتكلم شو هو مفهوم شو معنى الوجبة الصحية المتكاملة سواء كانت طبعا في رمضان أو خارج رمضان شو يعني وجبة صحية متكاملة وشو مفروض تتضمن أوكي الوجبة الصحية أو نحن مثل ما نقوله الصحن الصحي المفروض يتضمن من نصفه يكون خضروات وفواكه وربع الصحن يكون نشويات كربوهايدرات يعيش ماكرونا خبز الربع الثاني يكون بروتين البروتين عبارة عن سمات لحم دجاج أو من المصادر النباتية مثل الفول والعدس والحمص وغيرها ممتاز لما نحق وجبتين الأساسيات في رمضان هي الفطور والسحور شو العناصر الغذائية لازم نتأكد أنها موجودة في هالوجبتين عشان نضمن أن نكون في أفضل صحة يعني خلال فترات الصيام وبعد ما يخلص المضان هو مثل يعني الوجبة الصحية والصحن الصحي ممكن أن نطبقه في رمضان وغير رمضان يعني في رمضان العنصر الأساسي المفروض أن نحافظ عليه هو السوائل أول ما نبدأ طبعا وجبة الفطور دائما مثل ما نحن متعاوديين نبدأ بالتمر التمر لأنه مصدر سريع للقلوكوز والجسم أريد يكون خلاص يعني ويوم وقت الفطور محتاج أي مصدر طاقة فالتمر هو من أسرع يعني من أسرع يعني المواد المواد الغذائية العالية بالقلوكوز وامتظر سيكون سريع فنبدأ دائما بالتمر ومع التمر دائما نضيف يعني كوب من الماء أو اللبن على حسب الشخص شيح ممتاز ومثل ما نقول دون مثلا نروح نصلي وبعد ما نصلي نرجع نتناول الشوربة الصلطة هالأشياء أساسية والشوربة ضرورية بعد عشان السوائل فهي يعني شربنا ماي الحين شوربة والصلطة بعد بتكون غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف جميل وممكن بعد بعد ما نتناول الشوربة والصلطة تكون الوجبة الأساسية اللي هي مثل ما قلنا تكون بروتين ممكن البروتين يكون نفضل دائما البروتين يكون من المصادر يعني إذا كانت نباتية بتكون قليلة من الكولسترول أما إذا كانت من المصادر الحيوانية فالسمك هو أفضل نوع يكون مشوي ما يكون مقلي نفس الشيء الدياء إذا ناكله يكون بدون يلد واللحم طبعا يكون بعد مشوي وما نكثر يعني نحاول نكثر يعني من الأسماك والبقوليات أكثر ممتحدة طيب هنا في صبح ونعليجي دكتورة فاطمة سمحتوا في حال حساسية للدواء ماذا على الشخص يفعل هذا جواب السؤال ومسابقة ما بنجواب عليه آه آه هم ستناقشون على نستغرام لايف شو الجواب الصحيح يعني عشي طرشون يعني عشي طرشون يعني عشي طرشون إذا ما علي جاوبي أحيانا واحد عنده حساسية من الدواء شو لازم يسوي يصير يكلم الدكتور طبعا لا إذا أنا عندي حساسية من أكلة معينة شو ممكن أسوي لا إذا الشخص يعرف عنده حساسية من الأكل بعد لازم يعني يتجنبها طبعا يتجنبها وإذا استوت في أعراض مثل ما قالت الدكتورة على طول نروح عند الدكتور هو شو أهمية من في وائد ناس تقول ليش حساسية الأكل مهمة يعني مو مثل حساسية يعني نقارنه بحساسية الدواء اللي يستوي أن الناس اللي عندهم حساسية من الأكل كل مرة تتعرضون للأكل يسبب لكم حساسية فأنتم تبنون أجسام مضادف جسمكم لهذا الأكل يوصل لمرحلة تكون لو تعرضوا لهذا الأكل وحتى شميتوا روحتها تتيكم نوبة حساسية شديدة ممكن توقف التنفس عندكم تخلون في نوبة تربوا تتسكر عندكم القصبات الهوائية فهذه أهمية نعرف ليش عندكم حساسية في الأكل طيب دكتورة إذا أحيانا الواحد ممكن خلال الصيام يستعيض عن بعض الأشياء من خلال المكملات الغذائية اللي يأخذها سواء كانت حبوب أدوية أو شغلات معينة هي مكملات غذائية فهل تنصحين فيها خلال فترة رمضان من الواحد يعوض عن البيتامينات اللي هو يمكن ما يقدر يحصل بالنسبة الكافية من الأكل أم لا أحيانا إذا الشخص كان أريدي مثلا امرأة حامل أو شخص أريدي يأخذ المكملات الغذائية باستمرار أكيد لازم يستمر عليها في خلال فترة رمضان مثل الكالسيوم في ناس لازم يأخذون كالسيوم على طول فيتامين دي المالتي فيتامينز حق المرأة الحامل مثلا كل هالأمور إذا كانوا من قبل يأخذونها يستمرون عليها أما المكملات الغذائية اللي نحن مثلا تقصدها أنت بروتين شيكس والأشياء هاي اللي مثلا ممكن تعوضهم عن وجبة لا ما ننصحهم فيها إذا هم يقدرون يأكلون من الأكل الطبيعي يقدرون يفطرون يقدرون يأكلون فواكه خضروات بين الوجبات يقدرون يعني يأكلون أكل طبيعي أحسن طبعا من المكملات طبعا المكملات لازم تكون تحت إشراف طبيب لازم تكون في حالات أنها صدق محتاجين يقول هني ما هي الوجبات أو المشروبات التي تساعد على تفتيت حصاء الكلة نحن نقول دام من أن يكثرون من السوائل صحيح طبعا يقللون ملح طبعا في الطعام عصير قصب السكر وايد مفيد لمرضى السكر مرضى لديهم حصوات في الكلة لكن طبعا في وايد ناس عندهم حصوات في الكلة يدورون الأشياء الشعبية أو العادية يقول عشان ما تطرسوا تفتيت الحصاء أو جراحة لازم الطبيب هو اللي يقرر إذا كانت حصوة وايد صغيرة ما تتفتت بالليزر أو بالموجات الصوتية هذا الشيء يحسر الدكتور يقول والله أشرب سواء الوايدة ممكن تطلع قصب سكر جدا مفيد بس إذا حصوه كبيرة لا تستخدموا الأشياء الطبيعية جماعة روحوا عند الدكتور شعبان كاتب شعر نبتة الذرة أنا ما فهمت شو يقصد بشعر الشعر ما لها ممكن الزين حق حصل كله شكل الدكتور ما تسحرت أنا ما تسحر ليش؟ ما عارفين شي سبحان الله شو النصايح التغذوية اللي تعطينا بشكل عام للصايمين في شهر رمضان بشكل عام ما يكثرون من تناول الأطعم الخالية من الفوائد الغذائية يعني مثلا نحن شوية عاداتنا الغذائية في رمضان يمكن غلط يعني معظم الناس يكثرون من الحلويات الزكريات حتى المشروبات اللي نتناولها يعني لازم نزيد سوائل بس هم ممكن يشربون سوائل عالية بالسكريات والألوان والمواد الحافظة فنحن نقول نبتعد عنهم نكثر من السوائل وطبعا نشرب السوائل مش على طول قبل فترة السحور لازم تكون يعني متوزع السوائل أو الماي الأهم الماي من الفطور لين وقت السحور يعني يحاولون يأخذون حاجتهم من لترين لثلاث لتر من السوائل خلال فترة الفطور من الفطور للسحور وما يبالغون حتى في شرب الماي بيكثر على الفطور عشان ما تصيبهم هذه التخمة وألم البطن في وناس يقولون العيادة حتى يحسون بألم صدرهم كان عندهم نوبة قلبية من كثر ما بطنهم متروس من الماي والعصائر فخففوا يا جماعة قدروا تكونوا عطشانين شربوا كوم ماي ارتاحوا شوية اكلوا شوي شوي عشان العطش يخلل الإنسان ممكن يتناول كميات هائلة من الماي هذا الماي يترس عندكم المعدة يسويكم سوء المعدة وغير عن شي يعني الجسم يبدأ يتخلص منه إذا أخذناه كميات كبيرة وبعد يعني ما ننسى نتناول الخضروات والفواكه يعني طبعا بتكون عالية بالفيتامين سي بتكون عالية بالألياف يعني المفروض ما ننسى نستبدلها بالسكريات والحلويات وممكن مثلا عشان الواحد في رمضان دائما هالأكلات موجودة يعني يحاول مثال يعني أن يوم يأكل حلو يوم يأكل فواكه خضروات شي يكون يعني شوي يعني يحاول أن على الأقل نص رمضان في فواكه مزيد دكتورة من بديت رمضان يحسب حرارة وحموضة في بطني وزحور يعيش وروب وماي سبحان الله في ناس رمضان يفيدهم للناس اللي عنهم سوء هذا وفي ناس يتعبهم نحن يعني أخصائية تغذية ويقول دكتورة ترهي دكتورة بعد تفضلي أوكي مثل ما قالت الدكتورة يعني أهم شي أنه ما يكثر ما يكثر من الأكلات الدسمة بس مثل ما قال الريال أورادي هو يعني وجباته خفيفة ف هو طبعا مثل ما قلت أنا أنه في رمضان بعض الناس يفيدهم الصيام بعض الناس ما يفيدهم الصيام يسيبهم حموضة في المعدة ممكن تفضلون العيادة ناخد تاريخ المرضي كامل ممكن نكتب لكم حبوم لتنظيم حموضة المعدة خلال رمضان في وقت ناس يقول لك لا الصيام روحها بيعالج حموضة المعدة في ناس يتعبهم الصيام أكثر مما يريحهم هذا زين اللي وصفت لي يا والله زين من جرب أنا عندي نفس المشكلة بعد دكتورة بس ها ما بيفيدك بكتبك دوة ثاني أنت قلت لي عندك مشكلة أخرى أوكي أزين أزين دكتورة في كلمة خيرة تابعين تواجهنا قبل أن نختم معك بشكل عام بس مثل ما قلت يعني نحاول يعني نوازن بين الغذاء الصحي يعني نحاول كثر ما نقدر نمارس رياضة مثلا له رياضة خفيفة بعد فترة الفطور نتناول الخضروات والفواكه ما ننساها ما ننسا عمرنا شوي نحاول نطبق الغذاء الصحي أو الطبق الصحي والنصائح الغذائية اللي نعطيها ضوء للسنة بعد فرمضان شكرا لج شكرا لج أستاذة فاطمة فريد الدرويش أخصائية التغذية العلاجة باية الصحبة بين ورتينا اليوم من هارج سعيد شكرا نذكر بسؤال المسابقة دكتورة سؤال يقول إذا تناولت الدواء وصابتك حساسية للدواء شو مفروض أنك تسوي اختار الطبيب أو تعتبر عراض طبيعية على 4006 مع الاسم الثلاثي سبحانه لين حين تشاهدت أحد عطاتش إجابة خاطئة هني دكتورة شطار كلهم إجابات صحيحة بعد أسأل من شي ما فيه أسأل من شي ما فيه بيكونوا لعننا الثنين فايزين واحد بيفوز بخمسمائة درهم والثاني بيفوز بباقة بقيمة ألف درهم باقة الفي آي بي للعلاج من خلال مستشفة الزهرة مستعيلة دكتورة شاء بغير تطلعين نحن بعد مستعيلين لأن برانا فاصل يعني بغير نطلع فاصل وراجعين بعد الفاصل بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة أمل القدرة إن شاء الله أمل القدرة دكتورة استشارية أمراض النساء والولادة بنتكلم عن الحمل والرضاعة والصيام فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة وايد فواصلنا طويلة وايد طويلة وما توقعتي انزيل عموما ما نخبركم عن سؤال الحلقة اللي تقريبا أقل من عشر دقائق من استقبل في إجابات وما نوقف شو سؤال الحلقة يقول دكتورة؟ يقول السؤال إذا ظهرت على المريض أعراض حساسية للدواء بعد تناول الدواء شو المفروض يسوي؟ اختار الطبيب أو لازم يعتبرها أعراض طبيعية على الأربعة صفر صفر ستة مع اسماكم الثلاثية طيب نحن قبل فاصقنا ما استقبل معانا دكتورة أمر القدرة موضوعنا ما نتحدث فيه عن الحمل والرضاعة والصيام وهذا الموضوع تعاني بعض النساء الحوامل من مشاكل صحية أثناء فترة الصيام بسبب الإمساك عن الطعام والشراب لعدة ساعات ساعات الصيام يعني الطويلة هذه ممكن أن يكون فيه تأثير على صحة الحامل والجنين إذا ما كان فيه وعي فهني أول شي صباح شاء الله بالخير دكتورة أمر صباح الخير والسرور كل عام وإنتوا بخير أعزاء المستمعين والمستمعات وعاد الله علينا شهر رمضان مبارك وعليكم باليوم والبركات دكتورة نحن ما نمشي على المحاور بشكل سريع إن شاء الله على أساس أن نحقق أكبر فايدة واللي عندي أي سؤال بعد كذلك ممكن أنه يوجه لأسئلة حق الدكتورة أمل متى يكون للصيام تأثير سلبي على صحة المرأة الحامل أو على الجنين في البداية يجب على كل مرأة حامل متابعة طبيبتها النسائية معظم الحوامل من خبرتي يكون الحمل عندهم طبيعي جدا لا يصاحبه أي مضاعفات جانبية أو أي أمراض أخرى مثل السكر الضغط أمراض الكلا الحصوب الكلا مثلا أو أمراض تجلطات يجب عليها في هذه الحالات أن تكون تشرب سوائل كثير على طول اليوم لكن المرأة الحامل يجب عليها أن تأخذ رأي الطبيب طبيبتها النسائية بالذات في خصوص أن تصوم أو لا تصوم هل تصوم عليها خطر أو لا طبعا من الهيستوري تاريخ المراضي السابق إذا هي كان عندها أطفال أو إذا كانت أول بيبي من الحمل الحالي هل الأمورها تمام هل الجنين نموه طبيعي هل المصاحب لا إلها أي أعراض جانبية مثل الضغط السكري أنا أنصح النساء الحوامل اللي عندهم بالذات السكري بالحمل أو سكري سابق أو اللي عندهم مثلا أمراض كذا أو حصو لأنه يجب عليهم أن يأخذوا أدوية بفترات متقاربة يجب عليهم أن يشربوا سوائل كثيرة طول اليوم على مدار الساعة فيجب عليهم أنه عدم الصيام نعم بنصح الحوامل اللي في أول ثلاث شهور من الحمل اللي يكون عندهم مثلا غثيان واستفراغ وتحتاج إلى أحيانا سوائل أو تحتاج حتى إلى مغذي عن طريق الوريد هذه الفئة من الحوامل بعد إحنا نمنعهم من الصيام لأنه ممكن الصيام لفترة طويلة بالذات الأيام هي حارة وفي نفس الوقت 12 ساعة أو 14 ساعة الصيام ممكن أنها تؤدي إلى الجفاف وطبعا الجفاف يؤدي إلى عدم إلى مضاعفات جانبية لأم الحامل والجنين نعم دكتور أمل شو الأعراض لو طلعت على المرأة الحامل تقولوني لازم تفطر على طول أو لازم تتوجه للطوارئ على طول خلال فترة الصيام المرأة الحامل إذا كانت صايمة وحتى لو لم يكن يعني مصاحب للحمل أي أعراض جانبية أو أي مضاعفات أو أي أمراض جانبية ممكن يصيبها مثلا دوخة من الإجهاد ممكن مثلا كانت تمشي من الحر من الشمس مثلا أحيانا ممكن أن تكون نزل هبوط حاد في الضغط أحيانا يصاحبها تعرق أو مثلا تحس بالدوخة تحس بالغثيان في هذه الأثناء يجب عليها أنها تفطر لازم تفطر طيب هناك هناك سؤال تقول أنها ترضع بنتها رضاعة طبيعية بس في رمضان تحس لما ترضع تضايج لأنه ما يكون فيه در للحليب يعني نفس الأيام العادية فتقدر تستخدم الرضاعة الصناعية أنصحها أنه في البداية تجرب أنه هي وقت الفطور من الفطور طبعا إلى حين السحور تحاول أنها تتعود نفسها تعود جسمها بالسوائل بالعصائر الطبيعية بالمواد التي هي ممكن تدر الحليب مكسرات مثلا إذا حست أنه هذا يؤدي على أنها مثلا يؤدي على الرضاعة سلبيا على الرضاعة فأعتقد أنه الله سبحانه وتعالى يعني حلل لها أنها تفطر صحيح دكتورة أمل شو الحالات اللي المرأة الطبيب يقول لها لا تصومين لو كانت حامل في عندها أمراض معينة يتنافى معها الصيام لازم لا تصوم أبدا شو هي الأمراض هذه أو الأعراض مثل ما تكلمت مسبقا اللي هو مرض السكر نحن طبعا نركز عليه بالذات المرضى الحوامل اللي بيحتاجوا إنسولين هذه الفئة من الحوامل المفروض ناطسهم المرضى اللي عندهم أمراض بالكلا لأنه الكلا إذا مثلا ما أخذت ما شربت ماي لفترات طويلة يأثر على الكلا ويأثر على البول ويأثر على صحتها الأمراض اللي بتحتاج تاخذ أدوية في فترة معينة يعني مثلا كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات أحيانا أحيانا التهاب بالصدر أو التهاب باللوز أحيانا مثلا تحتاج لو أنتبيوتك مضاد حيوي كل مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات مو شرط أن يكون مرض مزمن فجأة مثلا تعرض الواحد لأي مرض محتاج لمضاد حيوي أو أي علاج في فترة معينة يعني لازم الدواء فيعتقد أنه لازم تفتح دكتورة يعني هل ممكن أن الصيام يعجل من الولادة بعد أو أن أيوة في هذا سؤال كتير مهم لأنه الأم الحامل إذا كانت صابها جفاف مثلا أنا أتكلم على الشهر السادس أو السابع أو الثامن إحنا من خبرتنا نشوف كتير حوامل يجونا طبعا هما ما يكونوا يعني أخذوا قصط من الشرب من الماء من فترة الصيام من فترة الفطور للسحور ما أعطت نفسها مثلا الفيتامينات أو كمية الأكل التي هي المفروض تأخذها كل يوم ما هدمت بنفسها فبالتالي الجفاف يؤدي إلى تقلصات مبكرة ويؤدي إلى ولادة مبكرة أحيانا فإحنا بنشوف فترة رمضان بيزيدوا للحوامل اللي يجونا على المستشفى بيحتاجوا إلى مغذي عندهم تقلصات نعطيهم مغذي مجرد سبحان الله ما نعطيهم المغذي وتفطر يتروح التقلصات أي رياضات أفضل للحامل في رمضان هذا بعد عزيز السل الرياضات فيه رياضات طبعا فيه علاج طبيعي خصوصي للحوامل صحي ورياضة خصوصي للحوامل هي بتعطي لياقة بدنية للحامل في نفس الوقت بالشهر الثامن أو التاسع بتحاول أنها تقوي من عضلات الحوض وبالتالي تحسن يعني الولادة الطبيعية آه يعني رياضة تنسدح تنسدح على الشبرية لا هذه رياضة يوغا هيتأث يعني أنا أنصح الحوامل بشكل عام أنه لازم تتحرك الحامل بشوف أنه في يعني بعض الحوامل عندهم هاي الفكرة أنه لازم أنا أتمني مرتاحة وأنسدح على السرير صحيح وهذا يؤدي إلى جذرطات على العموم يعني فلازم هنا في أم شمس صباح الخير الدكتورة طبعا هي دكتورتي في الولادة وما قصرت حبيت أسأل بنتي ترضع مني طبيعي حسيت الحليب ينقص عندي لأني أصوم هذا نفس السوال بس واحد كان على إنستجرام الحين على المسج فشو تنصحين لزيادة الحليب؟ حبيبتي أخت شمسة الله يصبحك بالخير لازم أنك تهتمي بشرب السوائل أكثر من من الطبيعي من ساعة الفطور إلى السحور وشو في نفسك راقب نفسك كل الأكل اللي هو يعني يشرب العصائر الطبيعية أنا ما أنصح بالعصائر المسكرة أو بالمشروبات الغازية نبتعد عنها في الحمل أصلا بشكل عمومي وبالذات في رمضان صحيح واختار الطبيب فوراً كل الجاوبة ما شاء الله تقريباً كلكم جاوبتوا جاوبوا صحيح طيب نحلي ما نسحب على الفائز نرجع للدكتورة دكتورة أمل هل تنصحين الحوامل أنهما قبل ما يديش علم شهر رمضان لازم يصير تشوف الدكتورة النسائية تسأل مثلا ممكن التراساوند واحد تطمن أن الماي زين والجنين زين قبل ما تبدأ يعني تنوينها تصوم شهر رمضان في نفس الوقت أنه لازم تستشير طبيبتها قبل البدء في رمضان قبل أنها تصوم لازم تستشير طبيبتها ممكن أنه عندها تاريخ مرضي مثلاً هي ما حاسة فيه ممكن أنه يؤدي إلى مضاعفات خلال الصوم إن جنرال إحنا طبعاً الحوامل بيكونوا في العقد الثاني والثالث والرابع من العمر بيكونوا يتمتعون بصحة جيدة الحمد لله فمعظمهم يعني يستطيعون الصيام ولكن في بعضهم الصيام ممكن يكون يؤدي إلى مضاعفات أخرى جميل دكتور بس ناخذ منك كلمة خيرة نصيحة خيرة في ختام هذا اللقاء أشكر لأسرة البرنامج على هذا الحضور وفي نفس الوقت أتمنى من كل امرأة حامل إنها تستشير طبيبتها النسائية قبل الشروع بالصيام والصيام طبعاً مثل ما قال رب العالمين من كان منكم مريضاً أو على سفر على سفر فعدت من أيام أخر صحيح فرب العالمين حلل علينا إنه الست الحامل أو المرضى إنها إن شاء الله تفطر إذا كان محتاجة تفطر جميل إذا محتاجة إذا محتاجة برخصة مفتوحة إذا احتاجت وحسب الحالة الصحية وهي طبيبة نفسها إذا هي حسة إنه هي ما تقدر تصوم يعني الله مرخص لها عموماً شاكرين لك دكتور أمل القدرة تشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة على هذا الموضوع وقفنا استقبال الإجابات على سؤال حلقتنا اليوم والفايزين معنا في الفايز الأول بخمسمائة درهم فايز معنا حسن جمعة بحميد ألف مبروك حسن جمعة بحميد الفايز الفايز الثاني معنا عبد الرحمن راشد عبدالله فاز بباقة ال-VIP من خلال المسابقة اليومية اللي هي برعاية مستشفى الزهراء الدولي طبعاً يوم الخميس نحن منسحب أربعة فايزين يا سلام هي يوم الخميس أربعة جميل ويوم الأحد أربعة بداية نهاية الأسبوع يعني والله تستهلون يستهلون شو الجواز بتكون؟ نفس الجواز نسحب يعني اثنينة بخمسمية درهم واثنينة بباقتين بس هذي يوم الخميس والأحد نضاعف فرص الفوز وليلة العيد نسحب عشرة على السابت طبعاً ونأكلهم سنبوسة بعد ونعزهم عن فطور على الفطور طيب شاكرين لك دكتورة ندا شكراً لكم تمنا لك التوفيق دكتورة ندا الملة وكل شكر إسرائيل هاشمي كانت معنا في التنسيق في الإعداد كان معنا حسن البلاونة شكراً لك أيمن سرحيل كان في الإخراج وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلخيكم في الغد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر